كيف قرأت بداية هذه الخطوة وما هي أهميتها عندما نتحدث عن إعادة تأهيل وتطوير أربعة حقول نفطية في كاركوك سعت الحكومة حكومة السيد محمد الشاعر السوداني في برنامجها الحكومي إلى تطوير الاقتصاد العراقي وتنويع سلة الإيرادات والاستثمار الأمثل للطاقة وتأتي هذه الخطوة مكملة للخطوات الأخرى التي بدأتها هذه الحكومة من أجل استثمار الغاز الطبيعي والغاز المصاحب وأيضا تفعيل عقود تراخيص جديدة للنفط والغاز وأيضا تنشيط الصناعة التحويلية تأتي هذه الخطوة المهمة وخصوصا في كاركوك كونها تنوع من صادرات الاقتصاد العراقي من جهات التصدير لإحياء الخط جهان عبر تركيا هذا طبعا مهم جدا في ظل عدم استقرار الأوضاع في المنطقة خصوصا في منطقة مضيق هرموز وأيضا في بحر العرب نتيجة الحرب الدائرة هذا كله سيصف في خدمة الاقتصاد العراقي وتنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الإيراد والدخل وأيضا تنويع مصادر الطاقة هذا السعي الحكومي يأتي بتنفيذ ستراتيجية بعيدة المدى أن يكون العراق لاعب مهم ورقم مهم ضمن الطاقة وأيضا استثمار طريق التنمية اللي سيكون مكملا وميناء الفاو سيكون مكملا لتلك المشاريع وبالتالي يستعيد العراق وجوده كرقم في مجال الطاقة بكل أنواحها وأيضا في مجال النقل في مجال إمدادات أوروبا خصوصا من الغاز الطبيعي والغاز المصاحب الذي يتم استثماره هذه الخطوة تعد نقل نوعية في الاقتصاد العراقي وأيضا مع شركة عالمية رصينة شركة بوتش ربما سأعود لهذه الشركة سيد علاء لكن قبل ذلك تحدثت ربما عن الاستثمار في الغاز الطبيعي والغاز المصاحب أيضا تنشيط الصناعات التحويلية وربما هذا الأمر بدأت به الحكومة بشكل جيد متى من الممكن أن ينعكس مثل هكذا استثمار مهم على الاقتصاد العراقي برمته طبعا معروف هكذا استثمارات تحتاج إلى بنى تحتية وتهيط طاقات خزنية وإنتاجية تتراوح من ثلاثة إلى خمس سنوات كون أنه في مجال إنتاج الغاز تعرف أنه هذا يحتاج إلى بنى تحتية وتأمين أنابيب خاصة مبردة لنقل الغاز هذا بحد ذاته سيسهم بتنويع الاقتصاد خلال ثلاث إلى خمس سنوات ستكون تلك البنى التحتية جاهزة من أجل أن تدخل حيز التنفيذ وأن تفيد الاقتصاد العراقي وتدعم وجوده خصوصا أن هذه الحقول الأربعة التي تم تطويرها من المؤمل أن يكون إنتاج العراق فيها بما يقارب مليون برميل يوميا وأيضا مع وجود الغاز سيكون إضافة جديدة إلى الاقتصاد العراقي وأيضا مع استثمار الطاقة النظيفة وطاقة الشمسية هناك تنوع في سلة الطاقة وسلات التصدير للعراق بحيث يكون مؤثرا ويستغل وجود الاحتياط الكبير اليوم الذي يقدر احتياط الغاز في العراق أكثر من 140 تريليون متر مكعب هذا رقم كبير جدا بالإضافة إلى ذلك سيكون العراق جزء من إمدادات الطاقة إلى أوروبا نتيجة تأثر الإمدادات خصوصا في فصل الشتاء نتيجة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وسيكون العراق وجوده مع وجود طريق التنمية يجب أن تستغل هذه النقطة بأسرع وقت ممكن أن يكون العمل ليلا ونهارا لنستغل هذه الفرصة الاقتصادية بأن ننمي ونطور طريق التنمية مع تلك الحقول سيتيح للعراق أن يكون اقتصادا قويا ولاعبا مهم في المنطقة اشتركوا في القناة